في المقرس بتاع الترابيسة كده وبعدين تروح شادت بصرعة كده لم يكن ذاك الرجل الوسيم صاحب الاطلالة الملفتة للانظار التي تتيح له التربع على عرش الفن كونها تلعب دورا في جاذبية المشاهد الا انه استطاع بخفة دمه ان يسيطر على ادوار البطولة المطلقة في عصره ويصبح سيدا من اسياد الكوميديا العربية الفنان المصري الراحل اسماعيل ياسين مرد ياسين في الخامس عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنى عشر في محافظة السويس بمصر لوالد يعمل في صياغة الذهب لم تكن طفولة الفنان المصري بافضل احوالها فقد عاش معاناة كبيرة لاسيما في ظل وفاة والدته وهو في سن صغيرة ومع هذا العناء التحق ياسين باحد الكتاتيب ومن ثم درس الابتدائية الا انه سرعان ما بدأت الحياة تعاكسه فقد تزوج ابيه من امرأة لم تكن رأوفة به عدا عن ان والده دخل السجن وبقي فيه لمدة طويلة جراء ديون مالية عليه والتي تسببت بافلاسه فقرر بعدها ياسين الرحيل الى القاهرة بعد ان فقد الامل من خروج ابيه ويائس من محاولاته مع زوجة ابيه الظالمة بحقه انطلاقته الفنية في سن سابعة عشر من عمره انتقل الفنان الى القاهرة فعمل صبيا في احد المقاهي ومن ثم معرى قصة شعبية قبل ان يعمل وكيلا في احد مكاتب المحامين وذلك من اجل الحصول على قيمة مالية اكبر ليسد تكاليف معيشته رشحه توأمه الفنية ابو السعود الابياري للعمل في فرقة بديع مصابني والتي ضمته الى فرقتها للعمل في مجال مونولوغاتا في ملهاها واستمر ياسين في العمل معها منذ عام 1915 حتى عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين ليصبح الفنان الاكثر شهرة في هذا المجال حينها اعماله الفنية ووفاته في فترة عمله مع فرقة مصابني حصد ياسين شهرة فنية واسعة الامر الذي جعله يحصل على عشرات العروض ففي عام الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين شارك الفنان المصري الراحل في فيلم خلف الحبايب بعد ان رشحه فؤاد الجزايرلي فكان بمثابة الانطلاقة الحقيقية له ولا يمكن ان نحصر اعماله ببساطة ولسيما على صعيد مشاركته في ادوار البطولة المطلقة التي رفقته كثيرا في معظم انشطته لعل اشهرها كلا من افلام الفاتنات البنات شربات حمات قنبلة ذرية حلال عليك حظك هذا الاسبوع مملكة النساء كابتن مصر كما وقدم افلاما كانت تحمل اسمه منها اسماعيل ياسين في الطيران اسماعيل ياسين الطرزان اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين اسماعيل ياسين للبيع انحسرت الاضواء عن ياسين قبيل وفاته بسنوات قليلة وقيل ان سبب في ذلك هو تراكم الديون والضرائب عليه وتراجع اسهمه الفنية توفي ياسين في الرابع والعشرين من مايو عام 1972 جراء ازمة قلبية حادة ليحصد تكريما بعد وفاته من الرئيس المصري الراحل انور السادات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة